اختتمت يوم أمس منافسات جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لأفضل مشروع تطوع بحريني بنسختها السابعة والتي تنظمها جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع كأحد أفرع جائزة سموه للعمل التطوعي في نسختها الثالث عشر نعم وفي هذا السياق قال رئيس لجنة التحكيم دكتور فالح رويلي أن اللجنة قيمت المشروعات التطوعية المقدمة من المنظمات الأهلية والفرق التطوعية وكذلك الأفراد مشيرا إلى وجود مشاريع مميزة تخدم قطاعات مختلفة على مستوى المملكة مشيدا بتنظيم جمعية الكلمة الطيبة وبالتقدم الكبير الذي شهدته المسابقة من جانبي قال عضو لجنة التحكيم الأستاذ محمد أحمدي أن جائزة سمو شغعيسة بن علي الخليفة لأفضل مشروع تطوعي بحرني تقوم على دعم وتعزيز المشاريع التطوعية مشيرا إلى أن الهدف منها هو إبراز دور المجتمع البحرني وتوثيق التجارب الرائدة في مجال العمل التطوعي والتنموي بما يسهم في نشر وترسيخ ثقافة العمل التطوعي وإبراز دوره في التنمية الشاملة فضلا عن تعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة مع المنظمات الأهلية ودعم جهود المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص